اهلا بكم صوت الرياح اقوى من اي ضجيج سياسي وبحلول هذا المساء تكون العاصفة يوهان قد اصبحت في التداول المناخي وهي تعقب عاصفة خالد الظاهرة طائفية التي خلفت وراءها اضرارا في الممتلكات السياسية لتيار المستقبل نفسه الذي ما زال يحتفظ بمخلفات الحروب يأخذ على الآخرين الاحتفاظ بسلاحهم وهو يمتلك ترسانة من الاسلحة السياسية ذات الرؤوس السامة لم يعقب المستقبل نائبه على جرمه الطائفي لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق تحدث الى الجديد معلقا ان الحاش خالد اجتهد والله سيمحو وهذا اجتهاد واخراج امام الرأي العام من وزير الداخلية لابن بيته السياسي اما الرأي الخاص فله عباراته المستقلة التي لا تخرج الى العلن المشنوق اعلن ان الخطة الامنية في البقاع ستطبق في اليومين المقبلين وبعد عودته من عمان حيث سيلتقي الملك الاردني واعلن وزير الداخلية في موضوع ترابلوس ان راية الدولة الاسلامية لن ترفع في المدينة وهي التي ذبح تحتها عسكريون لبنانيون كما ان المدينة لن تسمى قلعة المسلمين بل ستستبدل بشعار ادخلوها بسلام امنين على جوانب قضية ترابلوس اعتصامات بالمفرق وحركة مناقلات غير مسبوقة في الجمارك دفع بها وزير المال علي حسن خليل ولزم قرارها الى المدير العام للجمارك ثمانمائة شخص من الضابط الجمركية بين رتباء وافراد عصفت بهم رياح الوزير الذي وعد بمناقلات اخرى تشمل السلكين الاداري والعسكري اقوى العواصف العربية هي تلك التي حملت فلاديمير بوتن الى مصر اذنتج عنها مفاعل نووي برعاية روسية على الاراضي المصرية زيارة القيصر للمشير اعقبت تطويقا خليجيا لسحابة تسريبات المنسوبة الى السيسي وينتقد فيها دول الخليج اذ ان قادة هذه الدول انفسهم بادروا الى التواصل مع الرئيس المصري مؤكدين متانة العلاقة بمصر التي لا يهزها اي تسريب سد عالي سياسي خليجي رفع حول مصر الدولة العربية التي تواجه الارهاب المطلطي في سينائها وبعض محافظاتها وتعالج مخلفات تركة الاخوان الثقيلة واليوم ترفع روسيا مع جمهورية مصر العربية اول طوب عمارة الطاقة النووية لاغراض سلمية في مدينة الضبعة بمرسمة روح وتلك مرساة لتوليد الطاقة السياسية التي تحتاج اليها المنطقة فروسيا ومصر التجددان اليوم تاريخا ينطق به السد العالي في اسوان الذي انشئ بمساهمة الاف الخبراء السوفيات وتتحدث عن تلك العلاقة عشرات المصانع بينها مصنع الحديد والصلب في حلوان ومد الخطوط الكهربائية الى الاسكندرية على ان المرحلة اليوم تتجاوز الاماء لتدخل في اعادة تلميع السلاح على زمن تحتاج فيه مصر الى ان تخلي السلاح صاحي